اشتركوا في القناة وبعض موديلات 2021 وعملنا كمان مقارنة بين الكيو 60B والكيو 70B موديلات 20-22 وهسيب لكم رابط الفيديو في خانة الوصف ودلوقتي خلانا نتعرف على تفاصيل اكتر عن الموديل اللي معنا وبيكون متوفر بست احجام من الخمسين للخمسة وتمانين بوصة سعر الخمسة وخمسين بوصة على موقع امازون حوالي 13500 جنيه مصري ده في وقت نشر الفيديو وبالنسبة للشكل الخارجي خامات الضار والاطار من البلاستيك والقواعد الارضية من البلاستيك وبتكون على الاطراف والتصميم بيكون نحف جدا اللي هو الارت سلم وموجود في الظهر فتحات بعرض الجهاز عشان تعمل التنظيم للكابلات ودي هتدي شكل افضل في الاستخدام وسامسونج ما عملتش اي تغيير في التصميم مقارنة بموديلات 2021 اما المداخل التلفزيون موجود فيه اتنين يو اس بي ومدخل اوبتيكال وانترنت وانتنة ويكون فيه تلاتة اتش ديو مواي كلهم تو بينت زيرو منهم واحد اي ارسي للصوت ويدعم الفور كي بستين هرتز والتلفزيون هيكون اداءه في الالعاب جيد لكن مش هيكون افضل خيار في الوقت الحالي وتقدر لو انت تستخدمه للالعاب تاخد الموديلات الاعلى ويدعم تقنية البلوتوث باصدار 5.2 والروموت كنترول بيكون من البلاستيك وتقدر تشحن عن طريق ضوء الغرفة او الطاقة الشمسية او من مدخل الطايب سي وموجود فيه زرائر لتطبيقات شاهد ونت فيليكس وديزني وبراين فيديو ودي اختصارات كويسة هتسهل عليك الاستخدام لانها بتدخلك على التطبيق مباشرة وبالنسبة للروموت كمان مفيش اختلاف في الشكل مقارنة بموديلات 2021 والاختلاف الوحيد ان هيكون فيه زرار لتطبيق ديزني ويدعم الاوامر الصوتية زي جوجل وإليكزة وبيكسبي ونيجي الاهم نقطة وهي الوضوح وهيكون 4K UHD دقة 3840x2160 بيكسل بتقنية الكوانتم دوت او النقاط الكمية ودي المسؤول عن تحويل الضوء للون واللي بتوصل لـ 100% الوان وده بيد تجربة صورة مميزة جدا مع التوازن في السطوع بالاضافة لتقنية الدول LED ودي المسؤول عن الاضاءة الخلفية واللي بتحسن درجة اللون والاضاءة عشان تناسب المحتوي اللي بتشوفه ودي هكون مفيدة خصوصا في المشاهد المظلمة ومزود بخاصية الكوانتم HD R10 Plus ودي المسؤول عن التوازن بين السطوع والالوان بمعنى ان هي بتديك اعلى درجة للسطوع مع الحفاظ على درجة اللون الاساسية ودي كلها عم المساعدة عشان تديك صورة افضل والتلفزيون مدعوم بمعالج كوانتم 4K ودي المسؤول عن رفع معدل الصورة بمعنى لو فيه فيديو في الـ HD الخاصية دي بترفع لك اقصى وضوح للصورة لكن طبعا مش بتوصل لـ 100% 4K والتلفزيون بيقدم وضوح حالي جدا وفيه تحسن في تركيز الالوان وتفاصيل المشهد مقارنة بموديلات 20 و 21 لكن الفرق مش كبير ونروح للنقطة اللي بعد كده وهي نظام التشغيل ويكون تايزن وده النظام الخاص بشركة سامسونج ومن اهم التطبيقات الموجودة زي نتفلكس ويوتيوب وبراين فيديو وتطبيقات تانى كتير وبصراحة شكل الوجه الجديدة مماز جدا وتقدر تعمل تحديث على الموديلات القديمة عشان تاخد الشكل الجديد ومزود بتطبيق سمارت تينج واللي من خلاله تقدر تتحكم في درجة الحارات الغرفة والتوصيل بالأجهزة الأخرى والتلفزيون يدعم خاصية الجيم بار ودي هتكون مفيدة لمحبين الألعاب واللي من خلالها تقدر تتحكم في أبعاد العرض وإعدادات السماع أثناء اللعب ويدعم كمان خاصية الملت بيو ودي من خلالها تقدر تأسم الشاشة جزئين يعني ممكن تشوف جزء ريسيفر والجزء الثاني من الموبايل وده هيكون أوبشن ممتاز جدا أما الصوت التلفزيون مدعوم بسماعة بقوة 20 وط بتوزيع توتشانل يعني قناتين صوت داخلية ومزود بخاصية الأوتو اس لايت ودي المسؤولة عن تعاقب الصوت بمعنى أن هي بتخلي الصوت يتحرك مع الصورة ويدعم تقنية الكيو سيمفوني والمميز في الخاصية ده إنك تقدر توصل الصوند بار وتشغل صوت التلفزيون في نفس الوقت وده هيزود مع قوة الصوت وبيكون متوافق مع بعض الموديلات اللي بتدعم نفس الخاصية زي مثلا انفاءة الكيو أو الاس خمسين والاس ستين ودي كانت كل حاجة عن الكيو ستين بي وتقريبا ما فيش اختلاف بينه وبين الكيو ستين اي موديل عشرين وواحد وعشرين غير في إصدار البلوتوس وحسيت إن تركيز الألوان أعلى شوية والتلفزيون هيكون مميز جدا في مشاهدة الأفلام والمباريات لكن لو هتستخدموا للألعاب هتضطر تشتري الكيو سبعين ودي كانت حلقة النهاردة تمنى يكون الفيديو مفيد لكم ومحتاجين دعمكم لايك واشتراك وكمان شير مستنى قراءك وتعلاقاتك على الفيديو واشوفك على ألف خير سلام